ولذلك تعالوا بس أقول لكم حتى كده مهمة الله سبحانه وتعالى يقول وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وأهل العلم يعرفوا الشكر بأن صرف النعمة إلى مرضات المنعم صرف يعني عمل يبقى الشكر عمل الحمد باللسان لكن وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ يبقى هل لازم يبقى فيه عمل يبقى الشكر اللازم فيه عمل زي ما الناس فاهمت أن نقول الشكر يعني الحمد والله لا لا ده فيه فرق ما بين الشكر والحمد الشكر الثناء لكن الحمد الثناء لكن الشكر عمل صرف النعمة في مرضات المنعم ففيه ناس لما بتنزل أعمالها بتحس بضيق بتحس بالملل بتحس إنهم هيرجعوا تاني بعيد عن منطقة الراحة وأنكرر نفس الحاجات ونعمل نفس اللي بنعمله ونقابل نفس الوشوش ونعيش بقى وعشان نخلص من ده يا سادة أكتر حاجة نتخلص بيها من الشعور ده شعور الملل إن أنت تكون حاضر ومركز وجزء من الحياة بتاعتك إن أنت تكون حاضر فلما تكون حاضر ومركز تلاقي بتتعلم كل يوم حاجة حاجة جديدة ولذلك من كان يومه كأمسي فهو مغبون حضرت النبي يقولك إيهوة تكون محروم لازم نهاردة ما يكونش إزاي مبارح لأنه فعلا نهاردة ما إزاي مبارح كل يوم بينادي عليك أنا يوم جديد على عملك شهيد وعشان كده لازم تفهم حاجة جديدة كل يوم وتلاقيك بتحسن وتبدع وتلاقي حياتك إيه اللي بيحصل بتتسع مش بتديق فلما ترجع أنا واحد من الناس مثلا لما برجع من الأجازة بعمل إيه بقول إيه من الأجازة ده هيخليني أشوف العمل بشكل تاني إن أنا في الأجازة إيه اللي حاصل لما وقفت الضغوط إيه اللي حاصل استمتعت بحياتي طيب ما أنا أجاة عمل كده مع العمل وأول ضغط أشهد وأنا بتعامل مع العمل إن العمل نفسه مش ضغط العمل نفسه قيمة في حياتي يعني لما حد لما أنزل للعمل أه والله ما تستعجلوش لما أنزل للعمل أنا بنزل إلى ساحة الرجولة أنا مش بتكلم الرجولة يعني الزكورة لا الست كمان الست لما بترجع كمان من الأجازة بترجع للبيت هي بترجع للعمل كمان سواء كانت في البيت أو كان عندها عمل لتنين عندها عمل اوعوا 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 تيجوا وتفهموا الست اللي يا ربت البيت إنها ما بتعملش لا بتعمل ده عمل ده عمل برضو كل ده عمل ففي ناس بتتمنى لو كانت الحياة من غير عمل ونفضل كده مرتحين ومأنتخين عاوز بالله ده مش حياة دي ده حياة جمادات دي نحن كده نبقى زي الأشياء لو أنت مش هتعمل أنت هتبقى زي أي شيء على فكرة الشيء ده ممكن يبقى أفضل منك الغسالة أو التلاجة أو البتجاز أو العربية هتبقى أحسن منك لأنها بتعمل فلازم نعرف أن فيه فرق كبير ما بين الأنتخة والراحة الراحة أنك تعيش بالحاجة اللي تدخل عليك السعادة فيه ناس بتقولك أن الحياة مش للراحة وهم قصدين أن الحياة فيها كد وتعب لا الراحة هنا بمعنى أنت تكون فاهم مصلحتك وعارف أن العمل ده جاي عشان ترتاح مش عشان تتعذب فالعمل يا سيدي مهذب وليس معذب العمل بيهذبنا بيرقينا ولذلك يرفع الله الذين أمانوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بيرقينا العمل بيرقينا فلذلك الراحة مش أنك أنت ما تعملش الراحة في أنك تعمل الأشياء اللي بتدخل السعادة على قلبك فيه الناس بسبب الشغل بتكهر حياتها وبتعتبر أن إذا كانت الراحة هي عدم التعب والدنيا لا تخلوا من تعب إذا راه راحة في هذه الدنيا فيه اللي يحصل فيتسلب منهم حب الحياة وحب نعمة الإله لأن حب الحياة بيكشف لك عن نعمة الله في الحقيقة العاطلين مش أكثر الناس راحة أهو لو كان عدم العمل اللي بيريح يبقى أكثر الناس راحة وسعادة مين؟ العاطلين مع أنهم أقل الناس تعب لكن الراضيين والنجحين بيشعروا بالراحة مع أنهم بيخرجوا من تعب لتعب شوف كده راحة الرجل للتعبان ده من باتة كلا من عمل يدي باتة مغفورا له الله على الراحة هذه يد يحبها الله ورسوله لما يمسك حضرت النبي الإيد كده ويمسك اليد ويرفعها كده عشان يخلي اليد دي يد معيارية يييس كل واحد فينا نفسه هذه يد يحبها الله ورسوله ليه يحبها الله ورسوله؟ لأن الإيد دي مرتبطة بحديث تاني إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فالإيد دي إيد بيحبها ربنا لأنها بتتقن عملا أما بقى في ناس لما بتبتع بنا من الشغل بتحس أن هي مكسورة ومأكورة بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اللي بي بي باتكلم من عمل يدي مكرم ومكتوب على جبين ومحتوط على جبين وتاج الغفران فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات كلم من عمل يدي بات مخفورا له دي لابس زي ما بيلبسه تاج الوقار أهل اللي حفظت القرآن كل واحد فينا بيلبس تاج الإيه تاج الغفران لما ينام وهو كلا من عمل يدي ولذلك سيدنا سفيان الثوري إيه أكتر حاجة ممكن الإنسان يتمنى فيها السعادة فتح حياته تمتد الجهاد فيخلي سيدنا سفيان الثوري العمل والجهد والاجتهاد في العمل يخلي الإنسان كأنه مجاهد فيقول سيدنا سفيان الثوري إيه عليك بجهاد الأبطال إيه يا سيدنا سفيان الكسب الحلال والسعي على العيال ها إيه الجمال ده وكأن أنت لما تكتسب فأنت بتاخد نفس سواب المجاهد ونفس سواب اللي بيعيش ده وزيك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نعمل ليس للمشقة والتعب أمرنا بالعمل لأن الودود سبحانه وتعالى لأن الودود اللطيف لأنه كل ما عملت رأيت لطف الله وكل ما عملت زغت معية الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لما تبقى نازل الشغل معك ربنا لما تكون نازل الشغل أنت مش مضغوط أنت محمول جرب أن العمل اللي أنت تعمله النهاردة ده هيدخل هيدخل السعادة عليك وعلى الآخرين جرب أن العمل اللي أنت بتيسر به على الناس حياتهم هو باب لتيسير الله عليك حياتك وخليك دايما نازر وخلي قدام عينك دايما أنه لما بتعمل عمل ده بيضعك بين يدي الله يعني قبل العمل لازم تروح لربنا سبحانه وتعالى فالعمل اللي أنت بتعمله مش بيروح للناس الأول ده بيؤرض على الله فلما يروح لربنا سبحانه وتعالى فما بيبالك بعبد الجميل وينظر إليه هيرضع عنك سبحانه وتعالى وأكثر أكثر حاجة بقى ممكن تحسسك أن أنت إنسان أو الله العمل لأنه بيدوأك تكريم ربنا سبحانه وتعالى ليك وإزاي جعلك خادم له سبحانه وتعالى بخدمتك للخلق أنا بحب دايماً أقول لهم العمل عبادة العمل حياة يبقى العمل نعمة بقى ذلك اللي يععد مع العمل ويشوفه من عند الله يحس إنه هو في نعمة فالعمل يا سيدة حياة صدقوا ده يعني محدش يقول لأنه أنا بسليكم أنا ما بسلكمش والله العظيم الحلقة دي عشان الحقيقة أنا بش جاي أسليكم ويقول لكم اصبروا على العمل والله أنا بقى جاي أقول لكم الحقيقة والله يشوف ده عيرتاح والله مش يشوف ده هو حر فالعمل ده نعمة العمل بيعلم الإنسان إزاي يعيش في الحياة مش على الهامش ما يعيش برا الحياة يعيش هو بيشوف نعمة الله سبحانه وتعالى بالحياة ويغرس العمل في الإنسان حب الحياة حب نعمة الله حد يشكر إن الحياة نعمة الله سبحانه وتعالى جعل الحياة نعمة وعشان كده مين هيشوف نعمة الحياة اللي هيكون بيعمل ولذلك هتكون السعادة فين في كل خطوة وانت ماشي بتعمل تشوف نعمة ربنا سبحانه وتعالى وهي بتنزل عليك تترى ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها ليه عشان اوعد خلي لحظة من لحظات الحياة تخلو من نعمة العمل